أهلا أحبائنا المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور هذه الحلقة رح نتكلم عن موضوع كتير مهم المسيح صورة الله كيف نوضح فكرة صورة الله ما معنى صورة الله هل بالمفهوم المتعاهد عليه بالفكر البشري ولا الكتاب بقدم صورة أجمل بل أعمق بل أعظم في موضوع شخص يسوع المسيح أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة رح يكون القائده على عدة موضوعات اللي بتوضح هذه الفكرة والنتيجة رح نشوف تفوق يسوع وسمو ورفعة المسيح على كل شيء وصلاتي فعلا بقوة روح الله القدوس أنه يفتح أذهاننا وقلوبنا أيضا حتى نفهم كلمة الله هيك رب يعطينا البصيرة الروحية ندرك عمق وفهم هذا الموضوع ابقوا معي سأعود بعد قليل اشتركوا في القناة أهلا حبائنا المشاهدين في هذه الحلقة رح نتكلم عن موضوع مهم ما معنى المسيح صورة الله وضيف هذه الحلقة أخ عزيز ومحبوب لكم للجميع أيضا الدكتور سامح عزيز أهلا وسهلا أخوي المحبوب أخ سامح أهلا بك أسيس نظار وشكرا للدعوة شرف لي حبيبي شرف لينا ربنا يباركك ويبارك خدمتك شكرا دعنا أقرأ آية وبعدين نبتدي في الشرح أمين في رسالة بولوس الرسول إلى أهل كلوسي في العهد الجديد إصحاح الأول والآية خمسة عشر الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة هذه الآية بتثير أحيانا بعض الشكوك لغير المسيحيين وللمسيحيين طبعا كثير منهم بسوء فهم كلمة الصورة طبعا منشبهها للعهد القديم في العهد الجديد ولكنهم بيتكلم بتهيأل بشكل أوضح كل الموضوع هو يسوع نعم نعم عشان كده الرسول بولوس هو بيتكلم لأهل كلوسي كان بيتكلم عن المسيح باعتباره صورة الله غير المنظور أي هو الصورة لطبق الأصل من الله أي هو لازي تظهر فيه كل معالم الألوهية مية في المية وليس درجة واحدة أقل لأنه في الكتاب في معاني لكلمة صورة مثلا لا تصنع لك تمثال أو صورة صورة فأول ما بتيجي فكرة الصورة بتيجي على شيء إحنا بنعمله نعم نعم وبالتالي تخيلهم عن كلمة صورة الله إنه هو مخلوق ولث يمن ممكن أقرأ في تكوين واحد إنه الله قال تكوين واحد نعم لإنسان على صورتنا كشبهنا كشبهنا فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكر أنه وأنس ذكر أنه وأنس خلقهم فهو بيقول ما آدم صورة الله وآدم مخلوق نعم والمسيح صورة الله نعم يبقى إذا المسيح مخلوق مع أن الكتاب ما يقصدش كده في نفس سياق الحديث يعني إذا كملنا الآيات هو في مشكلة مرات كتير الناس بتكملش سياق الحديث يعني بتأخذ آية يعني بتخرج عن سياق الحديث عشان يهاجم في شيء معين ليخفي حقيقة معينة عنده مثلا هذا اللي بشوفه دايما ودول أردياء وخدام الشيطان ليضلوا الناس عن المسيح وطول ما الناس في ضلال عن المسيح أكيد ستهلك وده اللي بنشوفه وده اللي بنشوفه وكل الناس اللي بيأتوا للمسيح احنا بنشوف تغير مهول في حياتهم برهان حقيقي على عمل المسيح في حياتهم فعشان كده طبعا بولس في الرسالة إلى كلوسي كان لاحظ بولس هو في السجن أن بدأت الكنيسة في كلوسي تتأثر بالفلسفة الغنوسية وهي تعليم شيطاني مضل خلط فيه مزيج من الحقائق على الكذب ولما تخلط كذب على حقائق وتقدمها في صورة حلوة الناس صورة فلسفية حلوة الصورة فلسفية حلوة الناس تعتقد أنه دي الحقيقة ويقبلوها ويتبعوها ويتبنوها وهم يتبنوا كذب في داخل الحقائق وهم مش دارين ويهلكوا طيب يعني عشان نفهم اللي أنت بتحكيه كتير مرات احنا بنسمع هذا التعبير يعني بدعة الغنوصية أو الغنوصية نعم احكي لنا شوي عن فكرة الغنوصية عشان نعرف يعني لما منعالج أمر يعني شو ماهو الخلفية في الموضوع رقم واحد معنى اسمه معنى اسمهم بيقولوا احنا العارفون ده معنى اسمه غنوصي يعني العارف من نوستيسزم بالزبط تمام وبمجرد ما فيه ناس ينصبوا نفسهم أنهم العارفون بيدعوا قيادة بقية الناس وغالبية الناس اللي مش عايزين يبحثوا ينصقوا وراههم فيعني لو لو أنا اسمه روح تواصل الناس وفهموا الناس عني وده اللي بيحصل معنا مثلا حتى كخدام الرجل ده بتاع ربنا يبقى نعمل ايه نمشي وراه ويمشي وراكه هو مغمض ودي كارثة وهو مش داري وهو مش داري فالناس دول عملوا كده قالوا احنا العارفون وبدأوا ينشروا تعليم الله موجود نعم والله الى حقيقي نعم والله روح نعم في طبيعته كيان في طبيعته كيان روحي وليس كيان مادي صح بس بدأوا ينشروا تعليم اخر ان المادة شر ان اي شيء ملموس شر وبالتالي لان الله روح والله خير والمادة شر فكيف تم خلق العالم فهم يجيبهم هم اللي عارفون بقى هم اللي هيجاوبوا واللي مش عارفين هذا فيه سر اه اشي غامض يعني انت معليش هذا احنا اللي فاهمين وانت لسه اقل نعم واحنا اللي فاهمين واحنا اللي هنقولك وانت تطيع اللي هو اعمى يقود اعمى ما زال حتى يومنا هذا حد النهار ده القادة لذين يحرصوا على جهل التبعين لهم خطر طبعا واعمى يقود اعمى كلاهما يقعان في حفرة نعم عميان قادة عميان قال ربنا يسوع عنهم لكل مكان ورب يسوع دايما كان يسأل الناس عشان خاطر الناس تفكر وتعرف وده الجميل في الرب يسوع فلانه المعرفة نور والجهل ظلم حالك لان الناس اللي في الظلم والناس الجهلة شافين يروحوا فين فالعارفون يستغلوا جهل الناس ربنا يسوع والخدام الحقيقين عمرهم يعملوا كده بيعرفوا الناس بيعلموا الناس قالوا ان المادة شر طب والله عايز يخلق يخلق ازاي رح الله خلق كائنات ملائكية اقل منه اقل منه والاقل منه درجة ده بقي اقل من الله في القداسة درجة لكنه قريب جدا من الله ويعرف الله بس معرفة اقل بعد كده رح الملائكة دول خرج منهم اقل واقل البعض يسميها بسقات البعض يسميها ايونات البعض يسميها وسطاء 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 الى في قاع السلسلة ظهر احد هؤلاء الوسطاء وكان شرير فهو بعيد جدا عن الله ولا يعرف الله ويجهل الله بالعكس هو في عداوة مع الله للدرجة ان هو الخلق كل هذا العالم المادي فده اول تعليم غنوسي وده مضاد للكتاب لانه عمر ما كانت المشكلة في المادة المشكلة في الخطيئة يعني عمر ما كان جسدي ده هو المشكلة حتى الكتاب مؤدس يعلمنا انه ليس احد يبغد جسده بل يقوت ويربيه المشكلة مش في ده المشكلة في الخطيئة السكنة في هذا الجسد اللي محتاجة معونة روحية للنصر عليها ده اول تعليم غنوسي وبالتالي النتائج ان الله الحقيقي مش هو خلق هذا العالم لكن الخلق هذا العالم وسيط شرير وبالتالي العالم ده العالم المادي ده في معادال الله والمشكلة عمره ما كانت في العالم المادي تمام وبالتالي هذا الوسيط هو مجرد هذا الخلق هو مجرد انبساق واحد من الوسطاء يمكن له مكانة ضخمة لانه هو الخلق تمام لكنه اقل من الله وده ايضا ضد التعليم المسيحي لان احنا كلنا اللي عارفين اللي خلق هو الكلمة المسيح ابن الله الحي وفيه حل كل مال الهود زي ما هنتحدث نعم لحقا وبما ان المادة شر فبالتالي تعليم ده بيهدم الايمان المسيحي ليه الايمان المسيحي كله بيعتمد على تجسد المسيح نعم الله الظهر في الجسد الكلمة صار جسدا وحل بيننا فبدأوا يعلموا الغنسيون ان التجسد مش حقيقي لا ده المسيح عبارة عن ظاهرة روحية في صورة بشرية مجرد خيال شكلي ثري دي يعني ابعاد سلسية لكنه مش حقيقي زي ما بحاول يصنعوا اليوم بالتلفونات الجديدة بتشوف الشخص امامك لكنه مش حقيقي نعم نعم متأيلي بيسموه هولوجرام هولوجرام دلوقتي بيجيبوا مغنين بالهولوجرام على المسر المرة بيجيبوهم مكلسوم انا زهلت لانه من سنين احنا بنقرأ عن الهولوجرام وفجأت انه خلاص تم تحقيقه فهما بيظنوا ان المسيح كده شخصية خيال مش جسم حقيقي للدرجة قالوا انه هو ماشي على الارض لا يترك اثر اقدام ده مش حقيقي وبالتالي ده مضاد لموت المسيح الكفاري طبعا وفي نفس الوقت بما ان ان الانسان في جسد مادي ومحتاج يصل الى الله الروح الخير فهو لابد ان يكتاز في طريق طويل جدا للوصول الله وهذا الطريق مليء بالعقبات التي تحتاج مزيد من الوسطاء عشان خاطر كل وسيط يعمل ايه يقربوا درجة من الله وطبعا احنا عارفين مين الوسطاء دول اللي هم الغنصيون اللي هم العارفون وده سعي للسيطرة على الناس هذا سر صعب نعرفه الا من خلال هؤلاء الناس بالزبط بالزبط ورحوا العارفون دول وصلوا وصلوا الناس الى فاهم حاكتين انه الخلاص من الشر اللي هو من الجسد المادي ضعا طريق حاكتين لأما الخلاص مجرد معرفة عقلية فقط مجرد معلومات ودي كارثة ليه معلومات عقلية مجرد معلومات عقلية مش اختبار قلبي مش اختبار قلبي وبالتالي مفيش تغير حقيقي بدأوا يقنوا عن الناس ان ده مجرد معرفة عقلية انك فقط تدرك مفيش تغير طبعا انا لو ادركت بدون تغير سازل في شروري زي ما انا فين الخلاص من من خطيتي فين الخلاص من الكذب ومن الدعارة ومن السحر ومن السرقة ومن 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 ده رقم واحد فهو وبالتالي مفيش غفران ومفيش فداء تحرير النفس من العبودية مفيش لا ده هو مجرد معرفة وانا بجد ناس كتير قوي يوصلوا لهذه المرحلة حتى في وسط الكنيس انه عارف رقم اتنين الخلاص يعتمد لانه يعتمد على المعرفة فرحوا قسموا الناس الى قسمين قسم روحي وقسم أرضي الروحيون والأرضيون الروحيون متاح لهم الخلاص والأرضيون غير متاح لهم الخلاص وطبعا أكيد أسموهم بحسب الاستجاب يعني الاستجاب ليهم يبقى هما دول الروحيون ولا باستجابش هما دول الأرضيون وده طبعا عكس الكلام اللي قاله بولس اللي هو معلمون كل إنسان وننذر كل إنسان لكي نحضر كل إنسان كل إنسان مش البعض لانه هكذا أحبى الله العالم وبالتالي وصلوا الى لما تنشرها لما الفلسفة الغنوصية تنتشر في وسط الكنيسة كده واضح إن كلمة الله غير كافي للخلاص واضح إن المسيح غير كافي للخلاص أنت هدمت الإيمان للمسيح كله فكل من ينادي بعدم كفاية المسيح للخلاص وعدم كفاية الكلمة للخلاص ده تعليم غنوصي اختفى اختفت الغنوصية كاسم غنوصية وظهرت فيه ثوب جديد يتقمص في أثواب كثيرة بالزبط والمضل عنده استعداد هو وخدامه يأتون في شبه ملك نور نعم ويبدون شكلا قدام الناس إن هم رائعين وخايفين على الناس وهم بيضلوا الناس عشان خطر السيطرة على الناس والاستفادة سواء ماديا أو استفادة من سلطة أو استفادة من مادة أو استفادة من أمور كتيرة لكن المهم يجروا الناس وراءهم جرا ويفهموا الناس أنت ما تعرفش إحنا نعرف ودي أمور سرية زي ما حضرتك تفضلت لا واللي لفت انتباهي أنك ذكرت عدم كفاية المسيح وهاي الحرب الشعواء اللي خضتها الكنيسة من قديم الأيام حتى يومنا هذا أن كل الهجوم هو على كفاية المسيح نعم الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه past hour ماضي المطلق خلاص نعم هو الإعلان الكامل هو الإعلان النهائي هو الكفار الكاملي هو الكافي الكافي والوافي والشافي نعم ده كلام وافي أسيس فإذن لما بحاول يهدم بعدم كفاية المسيح فإذن لابد أن يأتي أنبياء بعد المسيح طبعا وبرسائل بعد المسيح ومع احترامي للكل يعني فأنت بترجع بتنزل يعني كأنك عاوز تنزل المسيحية إلى درجة الجسد أو المادية يعني مسيح بدون يعني المسيح نعم وكان كل الحرب هو إقناع أنه لا المسيح اتخذ جسد وإحنا شفنا الذي رأينا لمسنا شاهدنا عينا يعني بأكد وأنه أخرج وشفنا مجده هذا الشخص يعني متجسد نعم المجد اللي كان في العهد القديم عم نشوفه من خلال شخص وأنه فعلا مات على الصليب فعلا نعم فعلا مات وأكيد نعم وأنه فعلا دفن وأنه فعلا قام والدليل أنه ظهر للتلاميذ إلى آخرة نعم بالجسد نعم قيامته بالجسد نعم ومع كل هذا بحاولوا أنه يعني ينس في الإيمان المسيحي بالتقليل عن أهمية الكفاية لن يكف الشيطان على محاربة هذا الإيمان إلى أن يطرح هو وأتبعه في بحيرة النار لن يكف فإذا الموضوع خطير جدا ونحن لن نكف على المنادى بأولوهية المسيح وتجسده لأجل خلاصنا وموته الكفاري اللي محها كل خطيانا وكفاية موته على الصليب وقيامته كبرهان لكمال الكفارة وبرهان الأولوية ووجوده الآن في المجد في يمين العظمة واستمرارية عمله إلى الآن وبنرى عمله في ملايين النفوس التي تتغير بسبب الإيمان فإذا الغنصية هي بدعة خطيرة جدا لأنه بتحلل الكذب نعم وبتقلل من أهمية يسوع المسيح نعم وبتنشر الضلال نعم وفي نفس الوقت تبيح كل الإباحيات صح الجنس والقتل والعنف وكل ما علموا المسيح يعني بحاول يكون ضد المسيح في أي معلومات أخرى ولأنهم بيقولوا أن المادة شر والجسد شر فما فيش مانع أنك تهلكه في الزنا وفي الحروب وفي القتل العنف والقتل ولو موت مقتول ده حلو ده هتروح الأبدية السعيدة لأنه بينظر إلى الجسد بينظر إلى المادة بعتبره شر ده تعليم شيطاني غنوسي هذا الجسد خلق الله الله الحي الحقيقي والكدوس يعني أنا بفكر في الآية التي تقول فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله يعني مخصصة لأله هذا الجسد كمان مخصص مكرس للرب طيب إيه اللي عاوزت يعني إحنا حديثنا عن المسيح صورة الله غير المنظور وذكرنا بدعة الغنوسية التي تحارب صورة الله فإذا هوية المسيح أو التعبير عن الله أو المعلن والمعلن ذات الإلهية فإيه اللي عاوزت توصلني يعني الغنوسية بتحاول تمنع أو تعلم خطأ فشو اللي عاوزت توصلني يا أخ سامح اللي عايز ننقشه المرة دي اللي قاله الرسول بولس في رسالة كلوس الأصحة الأول عن تفوق المسيح وسموه وعظمته فوق الكل لثلاث أسباب بسبب علاقته مع الله هو صورة الله غير المنظور نعم بسبب علاقته بالخليقة هو بكر كل خليقة رقم ثلاثة بسبب علاقته مع الكنيسة هو رأس الكنيسة رأس الجسد طيب محتاجين شرح معناته خلينا نرجع للنقطة الأولى يعني صورة الله بعلاقته مع الله نعم الكلمة التي استخدمها الرسول بولس بالوحي المقدس بكاتة روح القدس هنا صورة الله غير المنظور إن الله الغير المنظور له صورة طبق الأصل تعبر عن الله وهو المسيح الذي هو أي المسيح أي يسوع المسيح صورة الله غير المنصور أي هو الصورة الطبق الأصل لله ذاته وبالتالي الله الغير منظور أصبح منظورا من خلال المسيح في المسيح فالمسيح هو الله المنظور لأنه يعني قال يسوع من رأاني فقد رأى الآب يعني هنا مش مجرد أنا شفتك شفت يعني صورة الوارد لأنك أنت بتشبه أبوك نعم لكن هون الكلمة بتعني أكتر الكيان بتحكي عن الجوهر نعم يعني الكيان مساوي أو معادل لله للدرجة في اللغة اليونانية فيه كلمتين مقتربين لبعض بنفس المعنى كلمة آيكون معناها صورة طبق الأصل وفيه كلمة أخرى بمعناها مجرد شبه يعني مثلاً لما أشوف بيضة وبيضة البيضتين ما لهم بشبهوا بعض متشبهين جداً لكنهم مش صورة طبق الأصل نعم لكن مرضيش استخدم في اللغة اليونانية الكلمة دي لكن استخدم كلمة تعني صورة طبق الأصل في مصر يا أسيس في كل البلاد الأوراق مهمة جداً الوثائق الرسمية فدائماً الوثيقة الأصلية لشهادة الميلاد بتكون قديمة أنا عمري 55 سنة شهادة الميلاد دي لها 55 سنة موجودة فهي ورقة ضعيفة جداً حالياً ورقة صفراء يعني الرابط تتهيري من السنين فحنا بنعمل إيه عشان خاطر لا نفقدها بنروح للمصالح الهكومية ونستخرج صورة طبق الأصل نعم الصورة طبق الأصل معتمدة تماماً 100% زي شهادة الميلاد الأصلية صورة طبق الأصل فهي الآيكون اللي تبتحكي دي معنى كلمة آيكون فلما يقول عن المسيح أن هو صورة صورة الله غير المنظور أي هو صورة طبق الأصل معنى كده أن كل الألوهية ظهيرة فيه لأنه أنا ليس بسأل لأنه كمان حتى في الكنائس الأرتودوكسية بيستخدموا كلمة الإيقونيات أو الإيقونيات يعني هي الصور مثلاً مريم يوسف أو التلميذ أو حتى يقربوا حتى يقربوا الصورة ولكن المعنى اللي فاهمه أنا أنه أكثر من هيك يعني هي صورة طبق الأصل بالضبط الصورة طبق الأصل للدرجة الكلمة كلمة آيكون اللي هو استخدمها في اليوناني هنا متاخدة من كلمة أخرى بتتكلم على عند النسخ وثيقة رسمية بينسخها بيعمل منها نسخة أخرى بييجي في النسخة ويضع كل السمات الوثيقة الأصلية لكي يضمن عدم التحايل فاللي يشوف النسخة اللي يشوف النسخة الثانية يبقى بالضبط شاف النسخة الأولى في نفس القصة الله الغير المنظور الله لم يره أحد قط المسيح هو صورة الله غير المنظور فهو الذي تجد فيه كل ملامح الألوهية ملامح حياة الله ملامح طبيعة الله الأدبية ملامح الإمكانيات الألوهية بالكامل مية في المية لا ينقصها شيء واحد وده عكس التعليم الغنوسي لأن التعليم الغنوسية بتضع المسيح أقل فإذن يعني هذا بعلمنا أنه الكل اللي الله كان يعمله المسيح كان يعمله نعم أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل وأنا أعمل الأب يقيم الأموات هو يحي كذلك الإبن أيضا يحي من يشاء لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الأب أنتم تؤمنين بالله فآمنوا بيه فآمنوا بيه لو هو أقل من الله لا يجرؤ أن يقول أمنوا بيه يعني ما فيش حد من الرسل الأمنوا بيه لا أخلي بالك خلفية يهودية واليهود معرفين عنهم في المحافظة على وحدانية الله طبعا طبعا ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته العمل الذي أعطيتني أكمل قد أكملته والآن مجدنا أيها الأب عند ذاتك وفي اليوناني مع ذاتك أو عند أو معه يتمجد مع الآب عند الآب بالمجد الذي كان ليه عندك قبل كون العالم كان موجود يقول كنت عند الآب وأتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب نعم صورة الله غير المنظور صورة طبق الأصل طيب أنت ذكرت بعلاقته مع الله والشيء الثاني بعلاقته مع الخليقة الخليقة نعم في علاقته مع الخليقة هو بكر كل خليقة كلوسي واحد نعم نفس الآية التي تفضلت حضرتك وآيتها 15 الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة وكلمة بكر بيستغلوها بعض برضو الناس الأردياء اللي بيضلوا يقول البكر يبقى المخلوق أولا مع أنه طبعا هما بيستغلوا جهل الناس طبعا لأن الآية اللي بعدها فإنه فيه خلق الكل فيه خلق الكل به خلق الكل له خلق الكل فيه يقوم الكل نعم بسطور بيذكروا هاي الآيات عشان يصلوا لكن برضو فيه إلها شرح نعم وهذا اللي عاوزين نصله حضر كلمة البكر لما بتيجي في الكتاب قد تعني المولود أولا لكن السياق الكتابي كله لما بيحكي عن البكر بيحكي عن من له السيادة والتفوق فلما يقول المسيح بكر كل خليقة أي من له السيادة والتفوق على كل الخليقة ويذكر الأربع أسباب اللي احنا قلناه فهو البكر أي له السيادة لأنه فيه خلق به خلق له خلق فيه يقوم الكل أربع نقاط كلمة البكر استخدمها الكتاب في سفر الخروج أصحاح أربعة وعدد اتنين وعشرين موسى يقول فرعون الله بيقولك إسرائيل ابني البكر طب يعني ابني البكر يعني الله خلق إسرائيل أولا لا إسرائيل ده ده دي الأمة التي أسست أيام أبناء عقوب فلو كان معنى كلمة البكر بمعنى المخلوق أولا كان يبأ إسرائيل هنا هو آدم يعني هو المخلوق أولا نعم ده رقم واحد تمام فإسرائيل ابني البكر أي إسرائيل هو الأمة التي لها السيادة التي لها السيادة ده المعنى أو في مزمور تسعة وتمانين ليجي يتكلم عن السليمان أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض ده يتكلم عن سليمان طبعا في إشارة للمسيح أيها طبعا اتفاضل حضرتك لا التسلط يعني بيتكلم عن السلطان والسيادة أي له السيادة والتفوق أعلى من ملوك الأرض وفعلا سليمان كان مذهل في هذا الأمر ما فيش أنا أعتقد أكيد في كل التاريخ ما فيش ملك له عظمة سليمان نعم ما فيش ملك له هذا الغنى والعظمة التي له سليمان فهو صار صاحب المكان الأولى في وسط ملوك الأرض والرب يسوع قال وهو أعظم من سليمان ها هنا نعم نعم ليه كل المجد ليه كل المجد وبالتالي كلمة البكر معناها من له السيادة من له السيادة والأولوية والتسلط فعشان كده يتقال عن المسيح أنه بكر كل الخليقة أي له السيادة على كل الخلائق وهنقول الأسباب أو يقول عنه بكرا بين إخوة كثيرين يعني الله أحبنا وأحب كل المشاهدين عزيز المشاهد الله يحبك ويرد رجوعك وتوبتك وخلاص نفسك ليه؟ وعيننا للتبني ليكون هو أي المسيح بكرا بين إخوة كثيرين وهو اللي قال أخبر باسمك بين إخوتي إخوتي يعني خلاص صاري يسمينا أحباء وإخوة نعم لأنه هو الأبن الوحيد الحبيب الأزلي بنوة روحية إحنا أبناء بالتبني نعم فصار هو له السيادة بيننا له المكانة بيننا رقم ثلاثة بكر من الأموات نعم من بين كل الذين مقامين من الأموات هو قام له السيادة لأنه هو الوحيد اللي أقام نفسه نعم بقية الأموات لابد أن الله يقيمهم لا وماتوا ويمكن بمعز قاموا بس برجعوا ماتوا نعم وكلهم رجعوا ماتوا وهو لما مات لا يستطيع الموت أن يخطفوا مسلمة يخطفنا هو قال كده ليسلطان أنا أضعها وليسلطان أنا أخذها فعشان كده هو بكر بكر كل خليقة اللي بيركز عليها في كلوسي لهدم الغنوسية رقم واحد فإنه فيه خلق الكل نعم فيه خلق الكل في آية 16 في كلوس الصحاح الأول نعم أي أن المشروع بتاع الخليقة تكون في داخله يعني أعمل كم مجرة وكل مجرة أعملها كم كوكب وكل كوكب يكون وزنه كام وكم الجاذبية بين الكواكب وقوانين الفيزيكس المرعبة اللي ما يستطيع لو كل علامة الأرض اجتمعوا معنا عشان يحاول يكتشفوا واحد علامية منها ما يقدروش إلى الآن ولما أخلق الأرض المسافة بينها وبين القمر والشمس كام عشان المد والجزر ودرجة حرط الشمس وكمية القنابل الهيدروجينية التي تنفجر في بطن الشمس اللي كيته كاف والنباتات لما تطلع أنواحها إيه والحشرات لما تطلع أنواحها إيه والإنسان لما أعمله وإيه دوره كل المشروع فيه خلق الكل فكيف يكون هو أقل من الله كلام شيطاني طبعا كلام شيطاني لأن من غير الله يستطيع أن يستوعب كل هذا العلم الغير محدود اللي علماءنا إلى الآن مرة واحد بيحكيني بيقول لي أسيس هل تعتقد أن العلمي هتقدم كنت بحكي عن القيامة قال لي هل تعتقد أن العلمي هتقدم للدرجة أنهم هيكتشفوا إزاي يقيموا الأجساد مرة أخرى قلت له والعلم لحد الوقت مش فاهم إزا كان عندي روح ولا ما عنديش روح وإزاي روحي ملتصقة في الجسد ومش فاهم حاجة لحد الوقت مين اللي عنده القدرة أن فيه يخلق الكل عدد بكر كل الخليقة في عدد 16 فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض إحنا لا ندرك ما في السماوات ولا ندرك ما على الأرض إلى الآن ما يرى وما لا يرى نعم يعني واحد من الشخصيات المحترمة كان بتقول كل هذه الاكتشافات بأعظم التلسكوبات الفضائية وكل ده اسمه الكون المعروف غير الكون الغير معروف ما لا يرى وكل ما نكتشف تلسكوب أعظم وسنارة أبعد لكن سيظل كون غير معروف مهول سواء كان عروش أم سيادات أم رياسات أم سلاطين أي أن كل المخلوقات سواء مخلوقات بشرية أو مخلوقات روحية هو اللي خلقها الكل به دي تاني واحدة يعني يرى وما لا يرى نعم بالزبط ففيه خلقة أين المشروع بالكامل اكتملت صورة المشروع الكاملة في داخله طيب إذن محتاجين مادة خام عشان يخلق المادة محتاج ملايين المليارات من الأطنان من الهيدروجين والأكسوجين والحديد والنحاس ومين به محتاج يعمل جثة الإنسان مين به محتاج يخلق روح إنسان يمين به يهوى الهيم الرب والإله الرب يسوع فيهم الأيام اتقابل مع الأعمى المولود أعمى ده ما عندوش عنين ما عندوش حتى لو عنده عنين ومولود أعمى العصب البصري والشبكية وكل مراكز الإبصار في داخل المخ مش موجود يعني يعني موجودة ونط فانكشنينج مش شغالة إزاي هو هو بتاع تكوين اتنين اللي مسك منطين من تراب الأرض وخلق الجسد تفل في الأرض وصنع طينا وطلب الطين عيني الأعمى وقال له إذا باختسل فأتى بصيرا مين ده مين ده لذي يخلق من الطين خلق من الطين فبه الكل به قد خلق فهو فهو بكر كل الخليقة فهو له السيادة والأولوية لأن فيه تكون المشروع له الأولوية والسيادة لأن به تأسس المشروع أيضا له قد خلق الكل خلق ليمجده ليمجده السماوات تحدث بمجده الفلك يغبر بعمل يديه كل ما نشوف السيس كل ما نشوف أنواع الفواكه كنا بنكل مشروع أنا دايما أنظر إلى هذا التنوع المذهل أقول له أنت مذهل يا رب فيش زيك أنا كنت طبيب في محضرات علم الأعصاب المخوى الأعصاب مش معقولة مش معقولة كنت بيكون قاعد في المحاضرة السيس كإني قاعد في اجتماع في أروع فريق تسبيح في العالم السجود والترنم في داخلي بسبب عظمة فقط النظام العصبي تفاصيل الدقيقة تفاصيل الدقيقة تمام الكليا اللي هي في حجم قبضة اليد مليون وحد الترشيح مليون وحد الترشيح الدم هو بيعدي فيها للترشيح لفصل السموم عشان جسم يخلص منها كم الدم هو بيعدي في الكليتين لمدة 24 ساعة عبارة عن 180 لتر والدم 6 لتر بيعدي 30 مرة 30 مرة وصوديوم يفرز وعدم تصاز وبوتاسيوم وماغنيسيوم وألمونيوم أوه أنا يعني بعض الشيء سهمت في زمان في متابعة مرضى الفشل الكلوي لما بيجي الكليا دي يعملوا كليا بتوبة في حجم الأستوديو 3 مرات حاجة عشان يعملوا كليا كافية لعمل غسيل ومش قادرة تخلص الألمونيوم من الدم في الآخر المرضى بيترصب الألمونيوم إلى أن يوني حياتهم حاجة حاجة مرعبة يعني إزاي له اتمجد المسيح في الخلق له خلقه الكل أيضا ربع حاجة لأنه بكر كل خلقه فيه يقوم الكل هو اللي فيه تأسس الخلق وتكونت الصورة في داخله وهو اللي بدأ الخلق كل شيء به كان وهو له قد خلق هو الهدف وفيما بينهما استمرار الخليقة في تماسكها بسببه فيه يقوم الكل أي أن الكل مستمر في الوجود فقط بسببه حامل كل الأشياء بكلمة قدرته بكلمة قدرته عشان كده شيء طبيعي أن يكون هو البكر البكر هو رب الأسرة هو الحاكم الطبيعي لو رجعت في العهد القديم يعقوب هو اللي تولد نمبر تو هو الخد البكورية أي هو رب الأسرة هو الحاكم فهو نصيب اتنين وله نصيب اتنين مش كده فبالتالي نفس القصة المسيح كالبكر مش مقصود بيها اللي تولد أولا وأنه خلق أولا لكن المسيح بيها رب الأسرة فشيء طبيعي أن رب الأسرة هو الذي يحفظ الأسرة وشيء طبيعي أن بكر بكر الأسرة هو يحفظ الأسرة بكر الخليقة هو الذي يحفظ الخليقة نعم الحافظ والمهيمن لكل المجد وكمان يعني عشان اتذكر تلت رأس الجسد بكر كل خليقة كمان في علاقته مع الجسد لأنه هو رأس الجسد نعم هنا بعد ما قام من الأموات أيضا بعد ما قام من الأموات له البكورية أي له السيادة الأولى على كل الخليقة الجديدة من هم الخليقة الجديدة هم الناس اللي أمنوا بي فرح الله خلقهم من جديد ورح نقلهم من العائلة القديمة اللي هي عائلة آدم اللي تحت سيادة الخطيئة والموت ليكونوا بدلا ما أن يكونوا من عائلة آدم أصبحوا من عائلة الله فكده العالم في عالتين بكورة خلائقه نعم لنكون بكورة إحنا كمان بكورة من خلائقه يعني بكورة من خلائقه المخلوقين أولا لا لكن من لنا السيادة عشان كده في عائلة قديمة عائلة آدم يسيطر عليها الخطيئة والموت كل من هم في عائلة آدم تحت تزل الخطيئة وتحت سطوة الموت رح الله نقلنا من العائلة دي لنكون في المسيح مش في آدم في آدم يموت الجميع في المسيح يحيى الجميع فعشان كده في وسط كل الذين نقلوا إلى هذه العائلة الجديدة اللي هي الكنيسة من صاحب السيادة هو أيضا ليكون هو متقدما في كل شيء في كل شيء في وسط الخليقة المادية هو البكر في وسط الخليقة الجديدة هو البكر هو من له السيادة ويعني احنا بنشكر الرب لأنه فعلا يعني بيتكلم عن عظمته وعن سموه وعن رفعته يعني في السموات وما على الأرض وهذا اندل على شيء بدل على حضوره المتكامل عبر كل الأزمان عبر كل الأوقات هو بيتواصل هو بيتفاعل لأنه مر مر في كل هذه المراحل نعم نعم وعشان كده بدأ الرسول يتكلم عن شخص المسيح من جهة كيانه وجوهره بدأ يقول إن ده مش انبساق أقل من الله ده مش مخلوق ده ده مش مولود ده مش وسيط أقل لا 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 ده فيه سر أن يحل كل الملء سر أن يحل كل الملء استخدم كلمات في منتهى العمق يحل كل الملء كل الملء كل الإمكانيات الألوهية من جهة صفات ألوهية أو من جهة أعمال أو من جهة قدرات أو من جهة طبيعة فيه واستخدم كلمة يحل أن يجد مكانه في بيته نعم يعني الألوهية في شخص المسيح المتجسد ده مش ألوهية حلت في شخص غريب مش هو الله نعم يعني إحنا بيسكن فينا الروح القدس بيسكن فينا ويحل فينا لكن مش إحنا إحنا مش إليها إحنا بشر سر الله أن يتحد بينا ومازلنا بشر وسنظل إلى أبد الأبدين بشر لكن هو لما حل فيه كل الملء اللي هو الألوهية نفسها اللي هو الجوهر الله اللي هو ذات الله اللي هو ذات الكيان الإلهي ذاته لما حل فيه هو وجد مكانه في بيته دي الكلمة اللي استخدمها يحل فبالتالي من هو المسيح ده هو الله كله يعني إذا ممكن أقتبس الآية وتوضح لنا إياها أكتر لأن فيه يحل كل ملء اللهوت جسديا جسديا وأنتم مملؤون فيه يعني إذا ممكن توضح الفكرة وبالتالي لأنه ليه لأنه برضو برضو انتشار الغنوسية في وسط الكنيسة صارت تعلمهم إن كلمة الله غير كافية والمسيح غير كافي إذن إنتوا يلي أمنتوا بالمسيح محتاجين لنا كوسطاء لكي تصلوا إلى المعرفة الكاملة لكي تصلوا إلى وضع الكمال فقالنا المسيح كافي تماما لأن إحنا صرنا مملؤين فيه للدرجة استخدم نفس الكلمة اللي هي بتاعت كل المل استخدم عننا أي أن إحنا لسنا في احتياج إلى أي شيء آخر غير المسيح فلسنا في احتياج إلى أي وساطة غنوسية أو بشرية يكفي لنا المسيح 100% وأنتم مملؤون فيه تم ملؤكو خلاص لأنه بيحمي الكنيسة من أنها تنصاق وراء فلسفة فتبتعد عن المسيح لأن هدف الشيطان من الفلسفة الغنوسية أي جر الكنيسة بعيدة عن المسيح يعني الكتاب أو يقول الكتاب هلك شعبي لعدم المعرفة نعم فيمكن الغنوسيين بحبوا يستخدم مهيل الآية بس بالحقيقة هي ضدهم لأنه الجهل خطية نعم مطالب أنه يبحث ويعرف الحق يعرف الحقيقة وهون خلينا نأخذ الموضوع يعني بالشكل العملي أكتر يعني بعد هذا الشرح يعني عن صورة الله الغير منظور وحكيت الفكرة الغنوسية اللي حاربها بولوس وأدركنا أنه المسيح أو السمو والمسيح هو مرتفع متقدم على كل شيء فهذا إحنا وهو رأس الجسد كمؤمنين إيه إحنا إحنا دورنا دورنا الاستمرار في الشركة العميقة معه فقط من خلال كلمة الله ومن خلال التعليم فقط من كلمة الله ودورنا أن إحنا نحضر من كل ما يبعدنا عن كلمة الله وعش كده الرسول بوليس فصاحة 2 بعد ما اتكلم فصاحة 1 عن عظمة شخص المسيح وكفايته يعني فيه هو الله نفسه هو صورة الله غير المنزور هو البكر هو من له السيادة على كل الخليقة هو مش درجة أقل وهو رأس الجسد الكنيسة وهو بكر من الأموات أي له السيادة في وسط الخليقة الجديدة وفيه حل كل المل وفيه الله عمل المصالحة والغفران إذن بدأ أصحاح 2 يحذر إحذري يا كنيسة رقم واحد إحذري من الفلسفة أصحاح كولوسي 2 من عدد 8 انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وهنا كان مزيد من الخطورة يا السيس ليه لأنه بدأ يحصل هجوم مزدوج ليس فقط من الغنوسية لكن من اليهودية نعم فطبعا لما يكون فلسفة غنوسية على خليط يهودي دعاة التهويد دعاة التهويد المهودين نعم نعم عاوزيني نحط أعماء أعباء النموس والتقاليد وكلها على كاهل الناس نعم فده أول تحذير للكنيسة ليه لأن الكنيسة كالجسد جسدي مش محتاج غير رأسي تخيل لو جسدي ابتعد عن رأسي دي كارثة ميت نعم ميت لو عروس ابتعدت عن عريسها دي خيانة كسر عهد كسر عهد عشان كده رقم واحد بيحذر من الفلسفة وعشان كده حسب أركان العالم وليس حسب المسيح فأنه فيه يحل كل ملئ اللهود جسدين وأنتم مملؤون أنت لا محتاج فلسفة ولا تقليد ناس ولا أركان العالم أنا فقط احتاجت المسيح في بداية حياتي للخلاص ومحتاج المسيح في تكملة كل حياتي على الأرض ومحتاج للمسيح في المستقبل عندما يأتي يأخذنا للمجد فأنا لست في حاجة إلى أي أحد غير المسيح ويكونون متعلمين من الله كان تحذير حذرهم من صراحة من عدد 16 من سيطرة الناس لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو مجهة تعيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة وأما الجسد في المسيح أي وإحنا في الستوديو هنا يأسيس أنا لما بحط إيدي كده في ظل نعم في ظل هذا الظل العهد القديم كله هو الظل الذي صنع هذا الظل هو المسيح هو الحقيقة فبيقول لهم فبيقول لهم أنه المسيح هو الحقيقة فإذن لستوا محتاج للظلال فلا يحكم عليكم أحد اللي هي كل تعليم النموس لكن الظل إلى أن يأتي المسيح إلى أن أتى المسيح لست في احتياج للرجوع إلى اليهودية إحنا وصلنا إلى الكمال نعم في المسيح عش كده تحذيرات بعد كده بدأ يتكلم عن الناس دول هيخدوكوا ليخسركم أحد الجعلة رغبا في التوضع عبادة الملائكة أي عبادة الوسطاء بدأ يشير مرة تاني إلى الغنوسية الوسطاء يعني الغنوسين بدأوا يتكلموا عن الملائكة باعتبرهم وسطاء بين الله والناس إذن المسيح غير كافي فكده بيخسركم الجعلة بيخسركم الجعلة عش كده تحذيرات كلها عن لا لا تبتعد عن المسيح لسببين لسببين السبب الأول إن عمل المصالحة تم بالمسيح السبب التاني غفران الخطايا تم بالمسيح وبالتالي كل وضعنا الحالي بسبب كمال عمل المسيح فلا أحتاج إلى أي عمل آخر يزيدني كمالا قدام الله وبعد إذنك يعني في آية 19 وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو من الله نعم كل شيء نرجع لفكرة المتماسك الجسد في الرأس نعم عش كده دايما بقول تخيل جسدي مبتعد عن الرأس وده اللي بيحصل لأي مسيحي حتى بعد ما جاء للمسيح وتولد من جديد لو أحمل العلاقة اللي هي ما تسمى الشركة الشركة عش كده بيقول لهم في أصحاح اثنين وثلاثة بما أن أنت انت انتقلت من الخليقة القديمة إلى الجديدة لأن الله نقل في الأصح الأولاني يقول كلمة خطيرة يا أسيس الذي نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبتين نقلنا استخدم في الأصل الكلمة اللي بيقولها زمان كل ملك بعد ما يهزم مملكة مش يهزمهم ويتركهم لا يهزمهم وينقلهم زي مثلا في السبي نبوخ نصر لما حزم المملكة الجنوبية نقلهم إلى بابل نعم السبي بتاع المملكة الشمالية السبي الأشوري بعد ما سبد المملكة الشمالية رح نقلهم إلى أشور وجاب ناس مكانهم صح فكان زمان الملوك يعملوا كده فاستخدم نفس الكلمة أنه نقلنا طب نقلنا إزاي عمل حاجة مهولة صلبنا معاه فموتنا معاه فدفلنا معاه فانتهت علاقتنا تماما بالقديم يوم الجمعة صرنا جديد يوم الأحد أحيانا معه أقامنا معه وهنا بيقول لهم إن كنتم قد كنتم مع المسيح إن كنتم قد انتقلتم من الدائرة القديمة إلى الدائرة الجديدة إن كنتم قد انتقلتم من الأرضية إلى السماوية إذا كنتم انتقلتم من آدم إلى المسيح إذا كنتم انتقلتم من تحت سيادة الخطيئة والموت إلى دائرة الحياة والحرية فلماذا كأنكم عايشون في العالم بدأ يوبخ تفرض عليكم فرائض إيه اللي بتعمله ده هذا حلال وهذا حرام وهذا يعني بالصبت وبالتالي بدأ يقوله بقى قمت مع المسيح أطلب ما فوق حيث مين حيث المسيح جالس عن يمين الله ده احتياجك احتياجي الآن إلى المسيح في المجد أخ سامح خلينا أسأل بطريقة تانية أنت عارف يعني أنا إلي سنين أول وأقدم برنامج تقريبا في العالم برنامج مسيحي مجدا للرب مجدا للرب أكثر من 39 سنة في الميديا المسيحية وبالنسبة إلي أي ديانة غير مسيحية مردود عليها معناش مشكلة مع أي الديانات الأخرى أو الهرطقات أو البدع كلها مردود عليها معناش مشكلة يعني نعم بس المشكلة في هالأيام إحنا منا منا المسيحيين يعني اليوم لما أنت بتقلل من أهمية الكلمة نعم يعني أنا دائما بركز الكتاب المقدس هو كلمة الله نعم لما بيجي واحد بيبتدي يشكك بالكلمة ويشكك في القصة نعم ويشكك في الميلاد العذراوي نعم ويشكك في هذا الأمر نعم بيبتدي يعمل زي نوع من البتر وهيك السامريين على فكرة ابتدأوا يبتروا الكتاب المقدس إحنا بس من آمن في الطورة نعم أو الصدقيين كانوا بيآمنوا بس بأصفار موسى الخمسة نعم وبدون كل الكتاب نعم فهون بيبتدي الخطورة التساهل وطبعا يعني الانزلاق الكامل في الحفرة وإحنا مجدارين نعم هذا الخطر حذر منه الكتاب وحذر منه الرسل وبدأ هذا الخطر من في العهد القديم حذره منه الأنبياء وفي العهد الجديد الرسول بوريس حذر أقوى كنيسة كنيسة أفاسوس نعم وفيها أقوى قادة روحيين شفهم العالم أساقفة أفاسوس نعم اللي هي الكنيسة التي نودي فيها بأسمى الحقائق المسيحية حقائق الدعوة السموية واتحاد المسيح مرة واحد من الشراح المعتبرين معلمة كلمة الله تكلم عن الدعوة السموية قال الأب عايز أبناء والإبنة عايز عروسة وروحه كدس عايز سكن مش بس خلاص وغفران خطايا لا الاتحاد بالله فدي الكنيسة التي نودي فيها بأعلى الحقائق في قوة المحبة الأولى لأن في وقت كتابة أفاسوس رسالة أفاسوس كتسل الكنيسة في قوة المحبة الأولى مش زي أيام يحنى الحبيب لما كتب في سفر الرؤية على أفاسوس عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى وبالرغم من أنهم أعلى تعليم وعمق روحي وقوة المحبة الأولى الرسول بورس حذرهم احترذوا لأنفسكم وللرعية لسببين بعد خروجي هيجي ذأب خطفة ده هيجي من الخارج لكن المؤلم أكثر منكم أنتم يقوم أناس يتكلمون أصقفة أفاسوس سيلتووا آه منكم أنتم يقوم أناس يتكلموا بأمور ملتوية ليكتذبوا التلميذ وراءهم الكراسي والسلطة نعم وصراعات السلطة مع أنه لما كتب لكنيسة أفاسوس عم يتكلم عن الوصول إلى قامة ملء الله نعم وإلى قامة ملء المسيح وإلى الامتلاء بالروح القدس مجداً للرب دي كنيسة عاشة البليروما المل اللي احنا بنحكي عنه في كلوسي ولكن مجرد أنك تتساهل بيبتدى الانهيار نعم ويبدأ الانهيار من قادة وهنا الخطورة لكل الأحباء المسؤولين عن عمل الله في وسط كل كنائس الله مع مكان التواقف التساهل التدريجي مع الكلمة الانزلاق التدريجي بعيداً عن الكلمة لذلك يجب أن نتنبه أكثر والمصايرة وإرضاء الناس والتجتذب الناس والشعبية واللايكس اليوم يعني جنون العظمة في موضوع الفيسبوك يعني كله عاوز جمهور عاوز لايكس نعم وعم يعني بيخرجوا حتى عن الطريق لأنه بدهن يجتذبوا الناس مجرد السعي ورا العظمة ده سقوط وسعي ورا اللايكس ده سقوط لأنه ده مبدأ عالمي مبدأ عالمي خالف أخ سامح معاكد إي أو نص إحنا حكينا عن المسيح وصورة الله الغير منظور إيه عاوز تختملنا بالرسالة في هذا الوقت أختم بما قاله بولس في كلوسي ثلاثة فإن كنتم قد قمتم مع المسيح أي إن كنتم قد انتقلتم من الدائرة القديمة إلى الدائرة الجديدة فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الأرض ولنستطيع أن نهتم بما فوق إلا من خلال الكلمة المقدسة وعمل الروح القدس والحرص على علاقاتنا الشخصية الفردية في المغدع وعلاقاتنا بإخوتنا في كنيسة الله مع المؤمنين الآخرين ولسيما لازينا يتبعونا الرب من قلب النقي والتمسك الشديد بالكلمة لتسكن فيكم قال لهم كده لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم معلمون ومنذرون بعضكم بعضا في كل حكم معلمون بعضكم بعضا أقول لإخواتي الألو بولس في كلوسي واحد لابد أن ننادي بكلمة الله آخر آية في كلوسي واحد الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح ولا يمكن الكمال بعيدا عن المسيح أمين المسيح واحد أمين أمين مجدا للرب مجدا للرب مجدا للرب شكرا كتير أخ سامح وإن شاء الله حابين نشوفك أكتر معنا أخ سامح أتشرف إساس نزاري دعوه مهتوحة ربنا يباركك ويبارك خدمتك شكرا إخوتي وأخواتي يعني الموضوع اللي حكى فيه موضوع مهم جدا وأنا عم أشوفه اليوم بتكرر في هذه الأيام في صور مختلفة وكل الموضوع على فكرة لما بنتكلم عن ولادة المسيح ما فيش مشكلة بنتكلم عن حياة المسيح الأخلاقية الكامل ما فيش مشكلة بنتكلم عن تعليم المسيح ما فيش مشكلة بنتكلم عن معجزات المسيح الخارقة ما فيش مشكلة بنتكلم عن كل هذه الأساسيات ما فيش مشكلة ولكن بحال ما بنتكلم عن الغرض اللي جاء من أجله يسوع هو الموت على الصليب والقيامة من الأموات فالجحيم تفتح فاها ويبتدئ الحرب والمقاومة بكل دراسة بكل شراسة ويريدوا أن يضعفوا من هوية المسيح أن المسيح جاء في الجسد بس ما هواش الله وإلا كيف الله بيجوعه بيعتشه بيصلي على الصليب إلهي إلهي لماذا تركت؟ كل هاي الأسئلة اللي بنسمعها دايماً وبتتكرر ومنجاوب عليها وبرجعوا بيسألوا لأنه مش عاوزين يدرسوا أو يعرفوا الحقيقة أكثر اللي عاوز أقوله أحبائي نحن نؤمن الكتاب المقدس هو كلمة الله نحن نؤمن أن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص نحن نؤمن ليس بأحد غيره الخلاص يسوع جاء مات على الصليب قام حتى يعطيك التبرير ويعطيك غفران الخطايا وعاوز ينقلك من الظلم إلى النور ويكتب اسمك في سفر الحياة شو رأيك اليوم تختار الحياة مع يسوع المسيح اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر